اشتركوا في القناة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدنا فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمامونه على ما يراه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طرى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومن آت الثالثة أخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمته ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها سميتموها هاءتم وآباؤكم ما أنزل الله بها ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنساء ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا توني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطان أمهاتكم فلا تزكوه أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الويب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صغف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سحيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أبحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشحرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطوى والمؤتفكة أهوى فوشاها ما وشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النظر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تحجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدون